اشتركوا في القناة الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية رئيس المجموعة العربية السابعة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الجهود التي يبدلها رئيس الاتحاد الدولي للفروسية والرامية إلى تطوير هذه الرياضة على المستوى العالمي والتي اتضحت من خلال التعاون المستمر مع مختلف الاتحادات الوطنية مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين ومن خلال الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد الدولي للفروسية بما يسهم في تهيئة المناخات أمام هذه الرياضة للارتقاء بمستواها الفني والإداري وأكد سموه أن الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة يسعى دائما إلى وضع الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء برياضة الفروسية بالمملكة الأمر الذي ضامن للبحرين البقاء في دائرة المنافسة على مختلف المسابقات العالمية وبالتحديد في رياضة القدرة وأكد سموه على أن هذه الاستراتيجية ستستمر لتحقيق البحرين المزيد من الإنجازات كما أن الاتحاد سيحرص على التعاون مع الاتحاد الدولي في هذا الجانب والاستفادة من كوادره وأخبراته من جانبه وجه الرئيس الاتحاد الدولي للفروسية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جهوده الكبيرة والرامية إلى نقل رياضة الفروسية في مملكة البحرين إلى أفاق رحبة من التطور والنماء والتي ضمنت للبحرين تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة والتي كان آخرها تحقيق بطولة العالم للقدرة للناشئين على المستوى الفردي والجماعي مؤكدا على أن مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة نحو الارتقاء برياضة الفروسية هذا وقد شاهد رئيس الاتحاد الدولي للفروسية والوفد المرافق جانبا من تدريبات الفريق الملكي للقدرة ترجمة نانسي قنقر